هذه المواسير فاضية حال هذه السيدة هو حال معظم السودانيين اليوم وكثير منهم يتساءلون إلى متى فالوضع بالنسبة لهم من سيء إلى أسوأ إذ بات تأمين أبسط الخدمات الأساسية كمياه الشرب فصلاً من فصول معاناتهم اليومية في ظل انهيار شبه كامل للخدمات مشكلة كبيرة جداً تكون حتى الناية الصحية صحية حتكون ما حتنبف قويس الملايس والحمامات في مشاكل الصحية بتحصل بلطافة المشاكل المادية اللي انت مضطرت مش تشتريموها حتى الشراب وكذا لماء ولا كهرباء ولا خدمات وسط ارتفاع كبير في الأسعار وازدياد معدلات التضخم يرافقه جمود على الصعيد السياسي وتحديداً أكثر منذ إجراءة الجيش في أكتوبر الماضي ينعاكس هذا الجمود السياسي بشكل كبير على حياة السودانيين مع تعثر المفاوضات بين القوى المدنية والجيش وفشل الوساطات الدولية والإقليمية في كسر الجمود والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزمتها فمنذ إجراءات الجيش في أكتوبر الماضي بحل مؤسسات الحكم الانتقالي توقفت العديد من قنوات الدعم الدولية للسودان وتعطلت برامج الإصلاح والتنمية فيما يصر المانحون الغربيون على تعيين حكومة مدنية لاستئنف الدعم المالي كنا متوقعين مثلاً دعم للموازنة 500 مليون دولار في نوفمبر و500 مليون دولار أخرى في يوليا من البنك الدولي هذا ما حدث لم يحدث وما متوقع في يوليا من مبلغ الصد كنا نوزع أموال على المواطنين عبر برنامج الثمرات تعطل هذا البرنامج وفي غياب بوادرة لحل قريب بين الأطراف السودانية تحذر المنظمات الدولية ومن بينها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلثي السكان في السودان يواجهون خطراً عدم أمنهم الغذائي بشكل حاد تتأثر الأزمة الغذائية في السودان أيضاً وتترافق مع أزمة عالمية بسبب شح الحبوب وعقبات تصديرها مع استمرار الحرب في أوكرانيا وهي التي تعد أحد أكبر منتجي ومصدر الحبوب في العالم يارا فارس الحدث ترجمة نانسي قنقر